دعوة مهنة ها أنزا واقف تقولوا معاين ها أنزا واقف على الباب عشرين وأقرأ إن وفتح الباب أدخل إليه أتعشى معه بس العشاء هو اللي عمله مش أنت رغم أنه أنت تخلش يفتح باب قلبك لكنه هو اللي عام كل عاك أنت لسه واقف على الباب أنت لسه في نفس المكان ده أنت وقالك وقت طويل ده أنت بقالك زمان وقاليلي اللي عمل لوقوفك حساب أنت لسه واقف ده أنا نسيت غصب عني نسيت وبمزاجي نسيت زحمة خلت سمعي تقيل زحمة خلتني ورا كل شيء أميل وخلت الحس الجميل من وداني غاب وانت جاي النهاردة تخبط تاني بنفس الأسلوب قلت كده أنت بتحب القلوب هو أنت ما بتتعبش هو أنت ما بتيقسش ولا الأملك النفتح فييا خاب وخبطك رأي وديع بصراحة أنا رأيي عشان خبطك وديع ما حدش يتحرك ولا حد استجاه وليه تختار من بره الوقوف ده اختيار مهين يقالي البشر والأكوان ما انتاش ندمان تبان وكأنك مستني شيء من التراب ليه ما تكسرش علي الباب وتقتحمني اقتحام وتجرجرني زي ما بتجرجرني الدنيا وراء أحلامها الوردية زي ما بتجرجرني الخطية وراء الزات والأنينية زي ما بتجرجرني عناي على الصور الإباحية ما تقتحمني انت وتأسرني مش الأسر معاك أفضل من لنا فيه من خراب وترفض تكسر علي الباب وترجع تاني تخبط بهدوء يا خالق البشر والأكوان انت بتحب حتة مخلوق نسمى بخار صرب مش قادر أفهم مش قادر أفهم صبرك العجيب ولا وقوفك الغريب ولا ليه آيل الوعد ده في آخر أصفار الكتاب وسط التساؤلات تفضل برضو الخبطات وياها صوت بيقول مش رح تقدر تفهم ولا في مقدورك استيعاب لو كانت بالعقل كانوا فهموا إزاي إله يصير إنسان كانوا فهموا رسالة الحب والغفران كانوا فهموا إزاي ابن ويا من الأزل ويا الآب لو كانت بالعقل كانوا فهموا الدم كانوا فهموا الصليب كانوا فهموا إزاي بالموت ينخلق ملكوت ملكوت الحب في أساس ملكوت الحب يساع كل الناس بس قولي هي هكذا أحب ممكن تتقاس أنت هتفضل أنت هتفضل سايبني وانت بتدور وقت طويل على الباب وانت بتدور على الأساليب على الأساليب والأسباب ما تقوم تفتح الباب ترجمة نانسي قنقر